بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي المشاهدين تلميذة السنة الثانية متوسط مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد الذي هو عبارة على مراجعة للفروض فنحن مقبلون على الفروض الفصل الثاني من خلال فرض نموذجي ومقترح سوف نقف على كل نقطة مهمة ومهمة جدا فقط هذا الفرض موجود على موقع DZ Exam بإمكانكم أنكم تحملوه من فروض الفصل الثاني وتابعوا معي سوف نقوم بحل هذا الفرض والوقوف على كل نقطة مهمة من الدروس ملاحظة أيضا هو أنه الفرض إن شاء الله سوف يكون تابع للوحدة الأخيرة يعني السيقونس نميرو ترواف تحكي على الوكونت لأن الفاب المزال الفاب اللي ربما نشوفها في الدوزيام الدوزيام دووار يعني في الدووار الثاني وإلا في الامتحان الآن الوكونت والدروس أهم الدروس راح تكون لسيبستيطي لكسيكو وغراماتيكو راح يكون عندنا لبريسان دولان ديكاتيف لباسي سامبل وراح تكون دروس على السينونيما الأشياء إذن سوف نقرأ هذا النص وسوف يكون الفيديونا على ما طويل لأنه يحتوي أيضا على وضعية الدماجية فلنبدأ على بركة الله لسيئة دووار إلي تي اتي افوار إلي تي افوار تعلمو قد اللي ساموها فورميل دووارتور إلي تي اتي افوار اهوار كان تروافي ملاك كان عن دووار سيئة ثوارتية إليوا انه يمتحون تركوا بيشان دوار ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر ترجمة 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 نانسي قنقر سلسي هذا هو سموه سبستيطو غراماتيكال سلسي امي سوفان سورتير سلسي امي سوفان سورتير هنا قد رجيكم السبستيطو غراماتيكو اللي سموها البدائل النحوية كيفاش أنو اسم يبدلوه مثلا بقيل ولا بسلسي ولا يبدلوه بس وكان البدائل اللغوية سسموها سبستيطو لكسيكو هذيك يعني المترادفات كلمة بكلمة هذا الفرق بين سبستيطو غراماتيكال ولسبستيطو لكسيكال غراماتيكال نحوية يعني كلمة نعوضها بإيل نعوضها بال نعوضها بسلسي بسلسي أم البدائل اللغوية كلمة نعوضها بكلمة مثلا نقوله الأفية ونقوله مثلا الأفاة الطفل وت Mei 빼 طفل مولود جديد ولمولود الجديد سيدة سامعة اكتب في الوزن دو لندكاتف اكتب في الوزن دو لندكاتف نشوف في الافعال الموجودة اكتب في الوزن دو لندكاتف اشتب في الوزن دو لندكاتف المترجم الآن الآن وضعيه إلى المدع أد معي ، فالعادة تكون هكذا رمي dans l'ordre les phrases de manière a obtenir un récit cohérent رمي dans l'ordre les phrases de manière a obtenir un récit cohérent قالك هنا يعدنا قصة الأحداث تا هذه حاول تديرها في الترتيب بيش نتحصلوا على قصة تكون مترابطة نبدو نقرو يعدنا لفام لسر بخي المرأة فاجأته وي لانسا لكوتو يعني دارت له لكوتو يقول لكوتو يقول لكوتو يعني قتفات لذي التعو celle-ci ترجعان وحدة فمينة parce quلا تعجعان وحدة فمينة celle-ci lui donnait du lait كنت أعطي هالحاليب qu'elle gardait dans sa jarre يعني كنت أعطي هالحاليب في يفل جارة التعو il était une fois une femme très pauvre كنت يمي كنت une femme très pauvre un jour le chat passa par là il découvrit la jarre et but المترجم الآن في اليوم يتعقل على ما زنان وشارب الغليب السيدة الغ달�ية الغلاف كما تسير الأعزار فيذا أعطي الغالة مؤشرًا لك لا تحقيق المثال كن مكان مرأة فقيرة أشبه ها ألفي ذا سال ألفي ذا سال ألفي ذا سال كي تتسانيك فورتون يعني كاتش واحدة مع المعزات المعزات التي كانت يعني شخول لسال فورتون يعني المصدر الوحيد الرزق سالسي هذه بيت هي الثالثة سالسي لويدوني دولي كانت تعطيها الحليب دولي كالغرده دون ساجار كانت ديل فيه في الجارة تاعها أجور هذه هي الرابعة الرابعة أجور أجور سالسي لقاء تمرين هنا يتكبر جهار يعني يشرب كل الحليب أولا جهي الخامسة أولا جهي الخامسة أولا جهي الخامسة أولا جهي يعني فجأته وضربته بالموس على الزلتاء وقصته لغة ستابع من هذا الحصول السيدة ستابع من سيدتي السيدة سيدة المترجم للقناة